لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة يا جماعة أن نجوم الأهلي وتحديداً نجوم الأهلي في مرمى الغرض والمرض والجهل السلاسية القتلة على فكرة ده أمر خطر جداً وظرف إعلامي موجود فيه لعيبة سابقين نجوم الكرة كلهم فوق الراس أسروا الملاعب وأسعادوا الجماهير وفيهم ناس أحسن مننا طبعاً بس فيه البعض يجهل أبسط الأمور وممكن ما تلاقلوش حد فكره شط شطة مش هقول لكم جاب بطولة شط شطة حتى ولا جاب جون لكن برامج بعينها تبحث عنهم وتجيبهم وتقدمهم للشاشة والهدف فقط إزاي خبط في الأهلي إزاي يعمل نسب مشاهدة إزاي يقول أي حاجة ضد الأهل وخلاص وهو ده المعيار وهو ده الهدف على فكرة النقد الرياضي الكبير والمعلق الصديق العزيز الدكتور طاري الأدور واحد برضو من مثقفي هذه المهنة رصد هذه الظاهرة في سلسلة مقالات له في جريدة الجمهورية وصل تقريبا للرقم خمسة وهو أتحدث عن هذه المصورة اللي ضربت في الملاعب أو على الشاشات قال طاري الأدور النهاردة في الجمهورية تحت العنوان السابت بتاعه للمرة الخمسة لعبون جهلة وقنوات تحت السلم هم يحاربون الناجح حتى يفشل وهنا الأمر واضح جدا ما يتعرض له النادي الأهلي فقال طاري الأدور بعد فوزي بجائزة نوبل قال العالم المصري الجليل الراحل دكتور أحمد زويل أحد أشهر مقولاته المأثورة عند سؤاله عن الفرق في التعامل مع المواهب وذوي الفكر في الغرب وعندنا في مصر فقال الغرب ليس عباقرة ونحن لسنا أغبياء هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل أسهل أعم فيش إرادة البناء قال كمان طاري الأدور على هذا الأمر قالك وهنا سأضرب مثالا بمن يهاجمون الأهلي مثلا لأنه الفريق الناجح الذي يحقق الألقاب والبطولات ويستحوز على الغالبية العظمى من البطولات المحلية وبدلا من تطبيق نظرية الغرب التي قالها زويل بمحاولة الأخذ بيد الفاشل حتى يصل إلى نفس الدرجة من النجاح يقوم الجهلة في القنوات بالتشكيك في كل عناصر النجاح ويجب لدعم هذا التشكيك أن يقوم مجموعة اللاعبين الجهلة بتشويه الإنجاز بأي شكل طارة بأن هذا الفوز جاء بالتحكيم حتى لو كان التحكيم في البطولات الدولية لحكام أجاند وطارة أخرى بالتشكيك في صحة الأهداف وطارة ثالثة بأن الفوز جاء بمؤامرة من أحد الجهات المهم زي ما بقول طاري الأدور هو الدرب في سلامة أي إنجاز دي فعلا ملخص هذه الحالة مهم ملخص هو رصد اللي إحنا بقالنا مدة من قوله بس كوات إنه هو رصده أن يأتي على لسان ناقد مثقف بحجم الموفق الرياضي طاري الأدور هو مواطق للأحداث ومؤرخ له فإنك أنت هو ده اللي بيحصل أنا قلت لك سيناريو سابق أتجيز شكك 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 لحد ما الناس يصدقك اجدب 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 لحد تما تصدق نفسك وتبتدي تعيش المظلومية وتعيش المظلومية بتعمل بتخلق إنسان محبط والإحباط يخلق حقد وغيرة وعيدوانية في الآخر وعيدوانية وده وصلنا له يعني وصلنا له خلاص بالظبط ومعما قلت بقى من 3-4 سنين إن حد يتصدى ما حدش عايز يتصدى أو الناس بتتفرج ومش مدية للظاهرة خطورتها لأنه مش هتتوقف عند الرياضة ولا كرة الخدم والأهل وزمالك ده هيبقى ما أنه هاجح حياة كل واحد ناجح هتقال عليه نفس الكلام وهو نهج إدارة العالم ماشي بالطريقة دي أنا حطمك عشان أدفع عن حقك في الوجود أنا حدفع عن الديمقراطية وأقتلك من أجل حرصي على حريتك لأنك لا تتمتع بالديمقراطية حضمرك وأقتلك وأغتال أحلامك وأنتهك حقوقك من أجل أن تحصل على حقك في التصويت يا سلام هذا منهج أستاذ أبراهيم خطير جدا والطبق سياسيا أيام ما هتلر حطم العالم هتلر يخز الرياضة وكرزة القدم المصرية طيب الأمر فيما يخص بعض لعيب الكرة السابقين اللي لا يجدون إلا رمي الطوبة على الأهلي والتشكيك فيه زي ما طرق الأدور قال لبز المهزب جدا مجموعة الجهلة نقشت قبل كده حد من الزملة فيقدم منطق برضو أغرب منه يقول لك طب هنعمل إيه؟ هو اللي بيقول مش إحنا ما هو هنا الإعلام والقانون حتى في حاجة اسمها المسؤولية الانتقائية بمعنى أن أنا كمزيع روح تجبت هذا الضيف عشان يقعد قدامي ويقول أنا مبدئيا وأنا بختاره مع فريق العمل مختاره على هذه المعطيات مختاره لهذا السبب أنا عارف إليه في دماغه بل بالعكس أنا بيوديه للمنطقة اللي أنا عايزها فمبدئيا هنا سواء المسؤولية المهنية أو المسؤولية القانونية في حاجة اسمها المسؤولية الانتقائية أنت انتقيته دونا عن غيره عشان عارف إنه جاهل وعارف إنه جاهلك يشتم في النادي الأهلي فدي البضاعة اللي انت عايز تبيعها هو ده اللي انت عايز تصدره هو ده اللي انت عايز تقدمه طب انت جبته مرة واسمعت كلامه الغذب بتكرره لأنك انت حريص على نفس البضاعة فمش هنسيب النادي الأهلي وجمهوره عرضة لهذه الظاهرة اللي فعلا أصبحت مضحك العالم علينا في ناس كتير زملاء صحفيين من الدول العربية لما تكلمهم يقول لك كده هو يعني ينفع ده يتقل في مصر بل إنه ناسي تعليمك الإعلام في مصر أستاذ أبراهيم هي ظاهرة عبرة الحدود لأنه زي ما بكراسها عندك وابتدى ينقي بعض الأبواق تردد وراز الكلام لكن الحمد لله ما زال هناك من يتصد حتى في الخارج صحيح لدعم الحقيقة يعني بأي